اشتركوا في القناة اول اعزائي ابحث تحقق مبرهنة رول لهذه الدالة وان تحققت جد قيمة سي اذا الدالة جذرية دليلها فرديا لان الدالة جذرية دليلها فرديا اذا اولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة 08 لانها تقعض من مجالها ولكن لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها الا بعد الاشتقاق اذا شون رح اجي اشتقها رح يصير عندي افوف اكس تساوي شنو الجذر التكعيبي رح حوله الى اسس على مودي يكون اشتقاقها اوضح اذا انا رح يصير عندي اكس اوس اثنين على ثلاثة ناقص اثنين اكس اوس واحد على ثلاثة شنو المشتقة مالتها يعني رح اقول اففتحة لل اكس تساوي اثنين على ثلاثة رح تنزل رح يصير اكس اوسش قد والسالب واحد على ثلاثة ناقص رح يصير اثنين على ثلاثة اكس والسالب اش قد واحد على ثلاثة ناقص واحد رح يصير ناقص اثنين على ثلاثة بالتأكيد رح احول الاسس السالبة الى المقام وبعدين ارجعها الى جذور اذا معناها رح يكون اففتحة لل اكس تساوي رح يصير اثنين على ثلاثة الجذر التكعيبي لل اكس ناقص رح يصير اثنين على ثلاثة الجذر التكعيبي لل اكس تربيع شنو القيمة اللي تجعل المقام صفر هي صفر اذا مباشرة رح اقول مجال شنوه ايضا رح يكون مجال المشتقه هو ار معداء الصفر اذا لانها جذرية ما بها مشكلة ولكن لانها نسبية سيتم استبعاد القيم التي تجعل المقام صفر هل الصفر موجودة لو ما موجودة بعضكم يقول الصفر موجودة لا متوهم احنا متفقين بان قابلية الاشتقاق تقارن مع الفترة المفتوحة اذا معناها الصفر ما موجودة بالفترة المفتوحة صفر ثمانية يعني مباشرة اش رح اقول هنا اذا معناها الدالة شبيهة الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة صفر ثمانية لانها شنوه لانها تقع ضمن مجالها شنو مجالها هو ار معداء الصفر او تذكر لي فقط مجالها لان انت هنا قبل شوية قلت مجال المشتقه هو ار معداء الصفر زين انتهت الشروط لا ما انتهت الشروط ليش لاندي يقول لي بالسؤال ابحث تحقق مبارهنة رول ابحث تحقق مبارهنة رول اذا الشرط الثالث من شروط مبارهنة رول هو تساوي الصور اذا خلي اتأكد بان الصور هل هي متساوية ام غير متساوية صورة الصفر تساوي هنا صفر وهنا صفر اذا الجواب يساوي صفر وصورة الثمانية تساوي رح يكون الجذر التكعيبي للثمانية تربيع 64 ناقص 2 في الجذر التكعيبي للثمانية الجذر التكعيبي للثمانية هو 4 جذر التكعيبي للثمانية هو 2 2 في 2 أيضا يساوي 4 إذن رح يصير 4 ناقص 4 ويساوي 0 إذن بما أن صورة الصفر تساوي صورة الثمانية إذن معناها رح أقول يمكن تحقق مبرهنة رول إذا كانت الدالة تحقق مبرهنة رول فتوجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة تحقق الفتحة للسي تساوي صفر إذن من دي يقول لي رول الفتحة للسي تساوي صفر أنا أصلا مشتق الدالة بالنسبة إلى أكس رح أحولها بالنسبة إلى سي وبعديا أساويها بالصفر إذن رح يصير عندي 2 على 3 الجذر التكعيبي للسي ناقص 2 على 3 الجذر التكعيبي للسي تربيع تساوي صفر إشلو نحل هاي المعادلة أبسط طريق وأقصر طريق لحل السؤال هذه أو المعادلة بأن هذا أحوله إلى الطرف الآخر إذن هنا يؤدي إلى رح يصير 2 على 3 الجذر التكعيبي للسي يساوي 2 على 3 الجذر التكعيبي للسي تربيع خلي أضرب المعادلة كلها في 3 على 2 أو أقول عند المساواة يمكن اختصار بسط مع بسط أو مقام مع مقام إذن رح يصير عندي 1 على الجذر التكعيبي للسي يساوي 1 على الجذر التكعيبي للسي تربيع أكيد دا تقول قبلي طرفين يساوي وسطين يعني معناها الجذر التكعيبي للسي تربيع يساوي الجذر التكعيبي للسي شلون أتخلص من الجذر التكعيبي رح أقول بتكعيب الطرفين إذن يؤدي إلى سي تربيع يساوي سي أصفر المعادلة رح أصير سي تربيع ناقص سي يساوي صفر أصحب سي عامل مشترك رح يبقى سي ناقص واحد يساوي صفر إذن أما سي تساوي صفر أو سي تساوي واحد الصفر بالتأكيد لا ينتمي إلى الفترة المفتوحة صفر ثمانية ولكن الواحد ينتمي إلى الفترة المفتوحة صفر ثمانية إذن ممكن جدا أن يجيك هذا السؤال بالامتحان الوزاري وحتى بامتحانات المدرسة افهم الفكرة بصورة عامة شي يريد يغير لك بالسؤال أنت إن شاء الله تكون مسيطر أكو سؤال ثاني خلي نشوفه من خلال شاشة الموزابوك وبعدين نرجع وياكم للحل التفصيلي لهذا السؤال حياكم الله أولادي السؤال الآخر أعتقد المادة أصبح سهلة جدا والدالة جذرية دليلها فرديا إذن أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة واحد تسعى لأنها تقع ضمن مجالها لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها إلا بعد الاشتقاق يعني أفوف أكس هذا رح يساوي أكس ناقص واحد أس واحد على ثلاثة شن المشتقمات صارت الفتحة للأكس تساوي الواحد على ثلاثة رح تنزل أكس ناقص واحد والسالب اثنين على ثلاثة في مشتقد داخل القوس واحد إذن ويساوي رح يصير واحد على ثلاثة الجذر التكعيبي للأكس ناقص واحد تربيع إذن مجال المشتقة شنوه مباشرة رح أقول مجال المشتقة إذن اتحولت المشتقة إلى دالة جذرية نسبية مجال المشتقة هو آر ما عدا شنوه آر ما عدا الواحد والواحد ما موجود داخل الفترة المفتوحة إذن معناها مباشرة إيش رح أقول هنا إذن رح تكون الدالة شبيهة الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة على الفترة المفتوحة واحد تسعة لأنها تقع ضمن مجالها إذن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية انتهت هسه يمكن تحقق مبارهنة القيمة المتوسطة ده يقول لي جد قيمة سي إذن توجد قيمة واحدة على الأقل إذن هنا توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة تحقق مساواة مشتقة السي إذن هنا مشتقة الدالة بالنسبة إلى سي اللي سميناها ميل المماز بميل الوتر شنوه ميل الوتر هو الصورة التسعة ناقص صورة الواحد على تسعة ناقص واحد أنا مشتقة الدالة بالنسبة إلى أكس مباشرة أحولها بالنسبة إلى سي إذن معناها الفتحة للسي تساوي رح يصير واحد على ثلاثة الجذر التكعيبي المن للسي ناقص واحد تربيع إذن هذا شي يمثل هذا يمثل ميل المماز المن ده ينتظر ميل المماز ده ينتظر ميل الوتر قانون ميل الوتر سولفنا قبل شوية صورة التسعة ناقص صورة الواحد على تسعة ناقص واحد حذاري حذاري من التعويض بالمشتقة دائما من أريد أحصل الصور أعوض بالأصلية تسعة ناقص واحد ثمانية الجذر التكعيبي هو اثنيا واحد ناقص واحد صفر الجذر التكعيبي صفر على ثمانية يعني معناها اثنيا على ثمانية اللي هو واحد على أربعة الواحد على أربعة يمثل ميل الوتر حصنا ميل المماز حصنا ميل الوتر هسه أساوي ميل المماز بميل الوتر يعني رح يصير واحد على ثلاثة الجذر التكعيبي للسي ناقص واحد تربيع يساوي واحد على أربعة طرفين يساوي وسطين يعني معناها ثلاثة الجذر التكعيبي للسي ناقص واحد تربيع يساوي أربعة رح أقسم على ثلاثة يعني معناها الجذر التكعيبي للسي ناقص واحد تربيع يساوي أربعة على ثلاثة شنو الإجراء اللي رح أسوي هنا عندي جذر تكعيبي ضايج منه عندي تربيع ضايج منه حتى أتخلص من الجذر التكعيبي رح أقول بتكعيب الطلافين ومن بعدها حتى أتخلص من التربيع رح أقول بالجذر التربيعي للطرفين هسه من أقول بتكعيب الطرفين رح يصير C ناقص واحد تربيع يساوي تكعيب الأربعة هو أربعة وستين تكعيب التلاثة هو سبعة وعشرين هسه بالجذر التكعيبي أو بالجذر التربيعي للطرفين ومتعلمين سابقا من أخذ جذر تربيعي لازم أقول موجب سالب يعني معناها رح يصير C ناقص واحد يساوي موجب سالب ثمانية على جذر سبعة وعشرين اللي هو ثلاثة جذر ثلاثة إذن صارت السي قيمتين أما C تساوي واحد زائد ثمانية على جذر سبعة وعشرين أو C تساوي واحد ناقص ثمانية على جذر سبعة وعشرين إيش قد القيمة التقريبية للجذر سبعة وعشرين يا عدد أقل من سبعة وعشرين إلى جذر هو خمسة وعشرين وجذر خمسة وبعد انتهاء هذه السلسلة سنكون معكم إن شاء الله وسلسلة أخرى تتحدث عن التقريب إيش لون أحسب جذر سبعة وعشرين بصورة تقريبية إذن انتظرني وهي السلسلة الجاية إن شاء الله بعدنا بهذا السؤال جذر سبعة وعشرين هو خمسة وشوية ثمانية تقسيم خمسة وشوية إذن البسط أكبر من المقام ورح يكون واحد وشوية واحد زائد واحد وشوية ثمانية تقسيم خمسة بها واحد ويزوت إذن خلي اعتبرها واحد وشوية واحد زائد واحد وشوية رح يكون اثنين وشوية شقد هذه الشوية متهمني بالتأكيد تنتمي للواحد تسعة إذن هذه تنتمي إلى الفترة المفتوحة واحد تسعة واحد ناقص واحد وشوية هو السالب شوية أكيد خارج هذه الفترة إذن لا تنتمي إلى الفترة المفتوحة واحد تسعة هذا كل ما عندنا بخصوص الدوال الجذرية للدليل الفردي منتهت الأمور كلها رح يكون امتحان شامل بعد ما ننهي التقريب ممكن أن نزل مجموعة من المحاضرات الإثرائية المهم أنت عندك هذه 12 محاضرة تحاول تقراها وتعيد قراءتها ممكن جدا أن تجيك منها أسئلة وزارية أو أسئلة مدرسية خلي نرجع إلى شاشة الموزابوك مرة أخرى أعزائي أعزائي في نهاية سلسلة المحاضرات الـ 12 اللي شفناها خلي نسوي زيارة سريعة عن الأمثلة اللي مذكورة بالكتاب في هذا الشأن والمثال الأول اللي ذاكر الكتاب هو القيمة المطلقة وقدنا سؤالي شبهة لكن كانت الفترة سالبة 3-3 وقلنا لا يمكن تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة ولا مبرهنة رول لأن حولناها إلى دالة شطرية هنا أسلوب حل الكتاب هو أسلوب سريع في الحل من خلال استخدام الرسم ولكن الطريقة الأكثر دقة والأكثر علمية هو تحويلها إلى دالة شطرية لمعرفة هل هي قابلة للاشتقاق أو غير قابلة للاشتقاق طبعا الطريقتان صحيحتان ودريد نشوف شروط مبرهنة رول وهذه الشروط اللي سؤلفنا عليها أن تكون الدالة مستمرة على الفترة المغلقة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة الصور متساوية يوجد على الأقل قيمة واحدة تجعل المشتقة تساوي صفر شن الأمثلة اللي نعطيها أبو الكتاب على مبرهنة رول نعطيني هنا أربعة أمثلة وكلها كثيرات حدود وباستثناء الفرع السي هو دالة شطرية نلاحظ أن الحد الفاصل هو سالب واحد وهذا السؤال حلينا ضمن الدوال الشطرية وقلنا يكون الحال فقط إذا كانت لمدة اليمين لا يساوي لمدة اليسار فإن الغاية غير موجودة والدالة غير مستمرة ولا يمكن تحقق أي شيء أما شروط القيمة المتوسطة إذن تكون الدالة مستمرة وقابلة للاشتقاق يوجد قيمة واحدة على الأقل تجعل ميل المماس يساوي ميل الوتر إذن هذا شروط القيمة المتوسطة هذا القانون رح أحتاج إن شاء الله في موضوع التقريب إذن هذا سابق لأوانئ شن الأمثلة اللي نعطينيها أبو الكتاب بالقيمة المتوسطة نعطيني مثالياً واحد كثيرة حدود ناقشنا وقلنا هذا يشتغل رول ويشتغل قيمة متوسطة والثاني دالة جذرية دليلها زوجياً وأخذنا أكثر من أربعة أمثلة بالنسبة للدوال الجذرية للدليل الزوجي والحل التفصيلي لهذا السؤال أما إيجاد قيمة المجاهيل وأخذنا الجزء المحاضرة الثالثة كانت تتحدث عن إيجاد قيمة المجاهيل والمثال الرابع اللي موجود قدامك وحلنا حل مفصل وكانت السي تساوي 2 على 3 وكانت الدالة تحقق مبارهنة القيمة المتوسطة والتقريب إن شاء الله سنكون مع التقريب في سلسلة محاضرات جديدة نشوفوا التمارين شكوا عندنا التمارين كان السؤال الأول من التمارين خاصة بمبارهنة رول الفرع A والفرع C هي كثيرة حدود والفرع B هي دالة نسبية أما السؤال السادس والسؤال السابع السادس كان يتحدث عن مبارهنة رول ثلاثة منهم كثيرة حدود ووحدة منهم مثلثية إذن سؤال واحد فقط بالكتاب يتحدث عن الدوال المثلثية وإجا مرة وحدة بالوزاري أما القيمة المتوسطة فعندي فرعين هي كثيرة حدود والفرع الثالث هو دالة نسبية والفرع الرابع هو دالة جذرية دليلها فرديا وإن لا يمكن تحقق مبارهنة القيمة المتوسطة لأن هذه الدالة غير قابلة للاشتقاق هذا كل ما موجود في الكتاب المنهجي بخصوص مبارهنة رول والقيمة المتوسطة طبعا عندي سؤال بالتمارين العامة أيضا يتحدث عن إيجاد قيمة مجهول للقيمة المتوسطة 12 محاضرة تفصيلية كانت لي مبرهنتين رول والقيمة المتوسطة يعني أسئلة الكتاب الأسئلة الوزارية بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي نتوقع أن تجيه سواء كان بالامتحان الوزاري أو الامتحانات الشهرية ضروري جدا أن نشوف كل ذن الأسئلة وبدقة وترتب دفتر خاص لحلول هذه الأسئلة إذن انتظرني في موضوع التقريب إن شاء الله وموضوع التقريب إن شاء الله يكون موضوع سهل جدا والتقريب سوف يتحدث عن قوانين محددة وموضوع التقريب هو أحد تطبيقات مبرهنت القيمة المتوسطة إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه